السلام عليكم يقول توفيق الحكيم لا قيمة لحياتنا إذا فقدنا الأمل في حياة أفضل أملنا الوحيد هو في بندقيتنا لم نفقده كما لم يفقده آباؤنا ولن يفقده أبناؤنا بعدما اكتشفنا حقيقة الكيان الصهيوني ومخططاته علينا خوفاً من قبول واستساغة احتلال أكثر من 75 سنة نحمد الله أننا فقدنا كل ثقة وأمل في هيئة الأمم وما يسمونه الشرعية الدولية التي لم تتمكن من تنفيذ إرادتها على الكيان الصهيوني الإرهاب المتوحش وأيضاً فقدنا الأمل في جيوشنا العربية التي لم تستطع أن تتعطئ رؤوس حكامها حكام خانوها بل نسيت تلك الجيوش ما قدمت من شهداء لأجل فلسطين لكن نقول بأنه بقي في نفوسنا فتيل أمل بقي في نفوسنا فتيل أمل مضيء بآخر قطرة زيت بشعوبنا العربية علها من سباتها تستيقظ إلى بعدنا القوم معها نحن نعلم أننا قادرون على التغيير لن ننتظر طويلاً قبل أن نقول إلى الواجب إلى البندقية لنسف أسلو من جذورها نحن أمة تبذل أرواحها لتكون عظام بنيها كريمة في قبورها الحياة سيدة دارنا ما دامت كرامتنا في الدار الحياة سيدة دارنا ما دامت كرامتنا في الدار لكن إن رميت كرامتنا في النار فالموت سيكون سيدة دار السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر